دي نعمة بسانت حميدة بقى النهاردة خدت المدالية الدهب الثانية الاولى كانت من يومين خدت ميت متر في العب خدت ميت متر وخدت رقم قياسي معاها دهب نهاردة مدالية الدهب الثانية ومعاها رقم قياسي في 200 متر الميزة او الحاجة العبقرية بجانب المداليتين بجانب انها بطلة مصرية عظيمة انها في لعبة احنا مش مميزين او فيها يعني طبيعة الحال في لعبة تبقى انت مميز فيها الرافل الاسكال تعالي لي دي ملعبي المسارعة انا ملعبي في كم لعبة كده دي تجد في ملعبي دي مش ملعبي اوش فاني بقى عندنا بطلة مصرية زي دي فده انجاز استثنائي رائع وبداية طريق عظيم جدا في لعبة مهمة جدا في العالم كله اني بقى عندنا بطلة زي دي زي اللي قدام حضراتكم دي تاخد ماليداليتين دهب ورا بعد قدام ابطال كبار كسمه بطولات عالم فده انجاز استثنائي ورائع وكبير ويتحط فوق الراس هيلة عظيمة مبهرة طاقة جبارة لياقة عظيمة خد بالك بقى من اللقطة دي خد بالك من اللقطة دي وهي بتشاور بس انت بتشاور لي مين بتشاور للجماهير وهي يعني بتقول للجماهير اهتفولي وبتشكرهم طيب مين بقى الجماهير مين بقى الجماهير هاتلي بقى حاتلي السورة اللي فاتت من شوية دي عالم مصر وعالم الجزائر وخليكم معايا شوية او ارجعلي شوية ارجعلي عايز اتكلم شوية في حاجة مهمة ونرجع للسورة دي بعد شوية شو عايز اتكلم معاكو في نقطة بقى لي كام يوم عايز افتح قلبي فيها شايفين الجمال هنفتح قلبي دلوقتي ونتكلم ونقول احلى كلام شايفين الجمال عظيمة بطلة قوية ليك عظيمة هاي لبساند بص بقى بص الحكاية فين الف تحية لا مليار تحية بص الحكاية لكل الشعب الجزائري العظيم الجماهير الجزائرية العظيمة اللي ما بتسبش بطل مصري الا لما تهتفله وتسنده وتشجعه النهاردة بصاند بتجري على الجماهير اللي معظمهم بطبيعة الحال جزائريين البطولة في الجزائر حب الشعب الجزائري والجماهير الجزائرية لنا كمصريين وابطالنا المصريين حاجة تتحط فوق الراس وتستحق كل التحية والتقدير دي الصورة اللي امام حضراتكم دي الصورة اللي في الملعب خش كده على تويتر ولا خش على فيسبوك ولا على انستجرام وشوف الجماهير الجزائرية ازاي تحتفي بابطالنا المصريين شوفهم كيف يتحدثوا عن مصر وعن ابطال مصر عشان كده وانا زي ما قلت لكم من يومين حابب اتكلم فيها مش من يومين من اول ما البطولة بدأت من دورة العاب البحر المتوسط ما بدأت وانا عايز اتقدم بالشكر للجماهير الجزائرية العظيمة اللي كانت بتشولهم بسانت وكانوا بيدعموها من المرة الاولى دعم كبير جدا وهي دلوقتي بتشكرهم بتقول لهم يلا اسمع صوتكم وبالمناسبة بيهتفوا باسم مصر مش بس بسانت بيهتفوا باسم مصر حاجة يا جمال مفيش بعد كده اشقاء حقيين كل الشكر كل الشكر والاحترام والتقدير لكل مواطن ومشجع من جمهور الجزائر فوق رصنا حاجة روعة وعلى فكرة رائعين كمان هم بيروحوا معظم المباريات والالعاب هيلين بيسندوا البطولة وبيحاولوا ينجحوها وبيشجعوا ابطالهم الجزائرين وكل العرب بصراحة دعم ومسندة مش طبعية شكرا الشعب الجزائري هو ده المعتاد منكم دائما معنا في كل الاوقات وفي كل البطولات وفي كل الالعاب شكرا جزيلا